السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكون امور الشرح ماشية كويس تكونوا متابعين كويس معايا اتمنى تكونوا بتستفادوا من الشرح بعيدا عن الامتحانات نهائيا استفادة لكم في حياتكم العملية ان شاء الله ومستقبلكم فيما بعد انتم تكونوا ده كثرة كويسين وعندكم معلومات وعندكم علم وانا على قد ما اقدر في الشرح مش مهتم بس بالحتة السيرجيكال بجيبي البيز بتاعها اللي ليه علاقة بالاناتومي والفيسيولوجي والباسولوجي بحس اننا بنعمل الفيجين للعلوم الاساسية البيزيكس الاساسية الاناتومي والفيسيولوجي والباسولوجي والهيستولوجي والعلوم الادفانسد السيرجيلي وبنجيب بعض الاجزاء لو في حاجة محتاجة فهم لها علاقة بالانترنال ميديسين او حاجة زي كده طيب احنا كنا وقفنا مبارح عند التريتمنت أوف كانسر كولوم اهم حتة في التريتمنت تأسيمة الاولى لما اجي اقول لك كلمني عن التريتمنت في كانسر كولوم تقول لي يا دكتور اولا التريتمنت اسمها تريتمنت بلان خطة الموضوع مش قصة عملية وخلاص ولا علاج وخلاص دي اسمها تريتمنت بلان ايه خطتك؟ خطتي بريفنشن قبل اي حاجة وقبل ما اتكلم على تريتمنت لازم اقول البريفنشن طب بريفنشن لمين بالزبط هتجيب كل الشعب كل شعب مصر وتفضل تقول له عندك سردان ما عندكش سردان عندك سردان ما عندكش سردان لا هجيب الهاي ريسك جروب واقول لهم عندك سردان ولا ما عندكش سردان كل ست شهور اعمل لهم فحص فحص ازاي CT Abdomenobelvis lower endoscopy CT Abdomenobelvis lower endoscopy مين الهاي ريسك جروب؟ اي حد والده او جده كان عنده cancer colon اي واحدة والدها او والدتها كان عنده cancer colon اي حد كان اخ من اخواته عنده cancer colon اي حد كان عنده cancer colon هو نفسه وخف ما هو وارد يحصل recurrence لازم اعمله screening ده هاي ريسك جروب يعني عايز تقول لي يا دكتور ان الشخص نفسه ممكن يكون عنده سردان هو يخف cure وبعد ست سنين ولا بعد سبع سنين يديفولوب نيو كانسر اه او يديفولوب recurrence ما كانش باين اه ايه توصيف الوصف ده ان واحد كان عنده سردان عملتله عملية وبعد ست سنين او بعد خمس سنين حصل recurrence اسمه metacronus ميتة يعني بعيد كورونس نفس الموضوع يعني نفس الكرة رجعت من تاني بس ميتة بعد فترة طب الفترة دي قد ايه عادي يوم اسبوع شهر سنة سنتين عشرة انت ممكن تبقى مشخص عيان وعمله لوار اندوسكوبي وشايف ماس في الدسيندينج كولوم وبتجهز العيان يعمل سيرجري وبعد ما عملت الكورونسكوبي بيوم او يومين او تلاتة او اربعة بتعمل في الفولو اوب وبتعمل في بري اوبراتف افريواشن بتعمل رانين قال لك على فكرة فيه two masses فيه ماس في الدسيندينج كولوم وفيه ماس في السيكم ايه ده انا لسه من يومين داخل باللور اندوسكوبي ومش شايف حاجة في السيكم اذا ده نيو ليجان ميتا كورونس بعده لكن كون ان انا ادخل باللور اندوسكوبي واشوف ماس في الدسيندينج كولوم واناظر ماس في السيكم اسمه سينكرونس في نفس الوقت نفس المشكلة موجودة في مكانين مختلفين two focal lesions ودي هترجعني للنقطة اللي شرحتها قبل كده ان فيه organs في الجسم فيهم البوسيباليتي of multi-syncrist multi-syncrist يعني يا دكتور ان الارجان كله على بعضه كده معرض يجي فيه اكتر من focal lesions في اكتر من compartment فيه قلت بداية من السيرويد البابيلاري سيرويد كانسر مرورا بالبرست ممكن يبقى فيه focal lesion في ال upper outer quadrant واحدة في lower inner quadrant واحدة في upper outer quadrant واحدة في lower outer quadrant وهكذا ده اسمه multi-center اكتر من center اكتر من compartment في الورجان نفسه ممكن يجي فيه ده focal lesion وده focal lesion البانكرياس ممكن يجي فيه اكتر من focal lesion فيه البوسيباليتي في multi-syncrist الليفر multi-centric التستس multi-centric الكولون multi-centric ايه معنى multi-centric ان اكتر من focal lesion في نفس الوقت synchronis اماليا دكتور ايه معنى multi-focal 3-4 focal lesion في نفس الكمبارتمنت يعني ربع من 4 quadrants بتوع البرست فيه 5-6 focal lesion دور اسمهم multi-focal ما اسمهمش multi-centric centric يعني اكتر من compartment وحده ممكن يكون فيه 3-4 focal lesion كلهم في الهيد في بانكرياس ماشي دي ما قدرش يقول عليها multi-centric اه فيه 3-4 focal lesion بس في نفس المكان لكن لما لقي 2 focal lesion في الهيد و3 في البودي و4 في التيل multi-centric tumor لما لقي في الكابد 3 focal lesions كلهم في الright loop ماشي multi-focal لكن لما لقي 2 focal lesions في الright loop و2 في lift loop multi-centric في الصيرودي جلاند 3-4 نوديولز في نفس الright loop واحده ماشي multi-focal لكن لما لقي واحدة في الright loop واحدة في اللift loop واحدة في البرامدال loop multi-centric ده الفرق ما بين مالتي فوكل و مالتي سنتريك الكولون في الكيبابلتي إن التيومر يجي فيه في صورة مالتي سنتريك أو يجي سينكروناس في نفس الوقت اتنين أو ثلاثة فوكاليجين أو ماس هنا وبعت فوكاليجين هنا وفوكاليجين وظهروا في نفس الوقت دي معنى كلمة سينكروناس أما ميتة كوروناس ميتة يعني بعد بعيد بعديها بفترة الفترة دي ممكن تكون ساعة بس ما ظهرواش معه بعد أنا لسه شايفهم بالكولونوسكوبي ما كانش في حاجة عملت سيتيزان يوم لقيت فيه ماس دخلت أتأكد بالكلونسكوب لقيت آه فيه ماس ماشي ميتا كرونس على اعتبار أن نفس الشخص هو اللي عمل الكرونسكوب مبارح وهو عمله النهاردة ما يبقاش واحد دعمه هو اللي عمله مبارح ما كانش شايفها وأقول عليها دي ميتا كرونس ما هي ممكن تكون ما كانش شايفها اللي عملها لازم يكون نفس الشخص عشان أقول فعلا دي ليجن جديد أنا اللي لسه شايف بعنايا مبارح ما كانش موجود الليجن ده أو أنا اللي لسه عمل سكرينينج للشخص ده الشهر اللي فات ما كانش فيه غير ماس واحدة جيت أعمل فوله أب دلوقتي فيه دي اسمها ميتا كرونس اطلع من النقطة دي يا دكتور وارجع تاني للموضوع يبقى تريتمنت بلان أول كلمة فيها بروفيلاكتك بروفيلاكتك إيه؟ بريفينتف وعلى فكرة صح فيه بروفيلاكتك مش أنا قلت أن فيه حاجات environmental factors يبقى المفروض لو إحنا شقدار وحلوين وجات في دماغنا في الاسترس بتاع المتحان والجرف والكورونا والمواضع دي ودماغي كانت ريئة قبل ما تكتب البريفينتشل اكتب بروفيلاكتك بروفيلاكتك يعني يا دكتور أخلي العيان ياخد high fiber diet وتكتب تحتها لأن low fiber diet بيزود الوقت اللي بياخد فيه الأكل فترة دويلا في الكورون وبالتالي البكتيريا تشتغل عليه ضلع carcinogenic materials يبقى لو عايز أنصح حد وقال له عايز تقي نفسك من الcancer colon أكلك لازم يكون فيه صلدة كتير جرجير خاص فجل وهكذا الحاجات الفايبرز اللي بتلين تخلي الأكل يطلع بسرعة يعمل له الجسم absorption وده يجيش أنه يعدي ما يفضلش يحصل slow transit يفضل في مكانه وبالتالي البكتيريا تشتغل عليه وتخمر 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 وتضلع carcinogenic materials اللي قلنا عليهم مجموعة الميركابتانز مجموعة الميركابتانز دي carcinogenic substances نتيجة أن الباد بكتيريا تفرمنتز بتفضل تتخمر وتحلل في الأكل وفي البراز الموجود بسبب أنه ما فيهوش ملينات في slow transit البراز قاعد متحوش الناس اللي عندهم chronic constipation خلي بالكم الكون constipation ده مش كويس كل مصائب الكولون أساسها الكون constipation الفشر والبيلز والفستول والأبسس والإنفكشن والديفرتكولوز والأكويرد ميجا كولون والتوكسيك ميجا كولون والكانسر البرولونجد constipation هيزود تايم الترانزيت بتاع الفيكالمطر جوه الكورون بتاع البكتيريا تشتغل عليها هتضل عميركابتانز كتير هتزود carcinogenic ده بروفيلاكسل رقم اثنين high fat diet الشاورمة والسجوء والحواشي والسوسيس والبورجر والكوردن بلو والمشاعر كل ده مليان fat والمشكلة في الفات ده ان ده الفات السيء وفيه fat كويس وفيه fat سيء معلومة لكم كده يعني بعيدا عن ضب الفات الكويس موجود في السمنة البلدي وفي زيت الزتون نقطة يعني الاكل الصحي يتاكل بسمنة بلدي ايا كانت الكمية بتاعت السمنة البلدي اللي هتاخدها اما زيت زتون اما كل السمنة الصناعية وكل انواع الزيوت بتاعت كريستال وعافية اللي يقولك خالي من الكوليسترول كل ده دهون غير مشبعة ضارة مهما نضحكوا عليكم في التلفزيون وجالك بالفايت ومش عارف ايه وبالمينرالز ايه الاكل الصحي الفات الصحي في السمنة البلدي وفي زيت الزتون بس نقطة اي حاجة تاني ضارة كل انواع السمنة البقرة الحلوب وروابي ومش عارف ايه وايه وايه وكل انواع الزيوت عباد الشمس والكريستال والحوال ملهاش اي لازم ملهاش اي لازم طيب هيجي هنا السؤال عشان اكتر من حد سألهولي لما كنت بنصح ناس بكده ضب ماشي احنا ممكن نستخدم زيت الزتون في الاكل واستمنة البلدي في الاكل بس في حاجات بتتقلي بالزيت هنقليها في زيت الزتون انت عارف زيت الزتون ده قديه دكتور وسعره قديه والكسافة بتاعته عالية تقيل ينفع يتحط في السلدة يتحط في الفول يتحط وسط الاكل لكن ما يتقليش الاكل فيه هابي سيربرايز هو اصلا already كل الاكل المقلي بيزود البوسيبليتي بتاعت الكانسر كولو ايا كان الزيت اللي هتستخدمه حتى لو زيت زتون لان انت لما هتسخنه على النار هطلع منه المواد الضر وهيتشبع بيها مين الاكل اللي انت هتقليه فيه طب ماشي احنا ما نقدرش نعيش من غير وطدس مقلية والفراخ المقلية يبقى خلاص كفاية القلي بس اذا كنت هعرض نفسي الكارتينوجينيك سابستانسيز ما تبقاش في كل الاكل يبقى في الاكل المقلي بس واختار ارقة وانضف انواع الزيوت واغلاها اللي هي المواد الضر اللي فيها اللي هي لما تتحرق ما اطلعش كارتينوجينيك سابستانسيز بكميات كبيرة لان اي زيت مهما كان غاري في السوق هيطلع كارتينوجينيك سابستانسيز لما تقليه في النار ولما تزود النار كتير يعني ما نقليش شوية الزيت نحطوهم في قطاسة ونفضل نقلي فيهم كل يوم 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 لمدة اسبوع لحد ما يسوده زي اخواننا بتوع قطعمية الزيت في قطعمية بيقعد بالشهر لحد بنبقى عامل زي السولر ده مش صح اذا كنت هقلي اختار زيت كويس ومرة واحدة وكفاية ده الاكل الصحي دكتورة نور زيت الزتون بيستخدم على البارد مش على السخط ماشي ما انا قلتلك اهو ما انا وصل الكلام قلت الكسافة بتاعته ساميكة تقيل مش هينفع ماشي ما انا رجعت في كلمتي والله يا دكتورة قبل ما اكمل قلت ما حدش هينفع يقلي به يستساغ اصلا هو ما بيستساغش وسط الاكل عشان ما اضحكش عليك يعني هو اصلا لو ضبخ بعيدا عن القلي مش بيستساغ بسهولة هو اخر يضحط على السرقة ده بس وكمية صغيرة فهو فعلا بيستخدم على البارد مش على السخن مبارك الله فيك يا دكتورة نور بس هنعمل ايه ضيب يعني في زيت مش زيت عباد الشمس ومش زيت درة في زيت حاجة تاني كده اخف من زيت الزتون ممكن يستخدم في القلي ممكن يستخدم في الاكل هس ناسي اسمه دلوقتي مش عارف زيت ايه ما علينا عشان نقضع بس من الزيت والاكل ونرجع في الكنسر كولون يبقى فيه بروفيلاكس ازا هو high fiber diet low fat diet والبروتينز أخلي high protein diet ولا low protein diet البروتينز الوسط فيها حلو low protein diet high boalbuminemia bad general condition bad immunity bad healing يصبح الجسم عرضة للcarcinogenic substances والimmune system بتاعه ضعيف بروتينز زيادة عن اللزوم بيورينز كتيرة amino acids كتيرة وللأسف high protein diet بلسب قليلة أقل من الفاتب كتير بيزود possibility of carcinogenic materials بالذات لو البروتين ده ناي رو اللي هو اللحمة مش مستوية كويس متشوحة بس مستويتش كويس لو البروتين ما استواش كويس ده بيزود possibility of carcinogenic substances طب ده بروفيلاكس prevention الناس الhigh risk groups اللي عائلتهم عندهم معروفين عندهم فاميليا البوليبوز الناس اللي عائلتهم معروفين عندهم لينش سندروم والست امها قال لها كانسر كولون وكانسر بريست وكانسر مش عارف اندوميتريا خلاص ده high risk group منسيبهاش كل ست شهور تي جي تعمل كولونوسكوبي وتعمل تيومور ماركرز وتعمل سي تي دسمو سكرينينج بروغرامز بتطبق فين في الدول المحترمة نوه العارف زيت حار ايه الزيت الحار ده لا 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 مش هو ده حار وبارد دي دكتورة دي اضافات على الزيت نفسها تخلي الزيت يبقى ضعمه يدي الأكل ضعم حرق او ضعم مش حرق لكن الزيت الحار ده اي زيت ممكن يبقى حار ما علينا عشان نطلع من الزيت بس يا دكتورة نوه انت والدكتورة نور خلصنا البروفيلاكسز وخلصنا البريفينشن ندخل على definite treatment ايه الاسلحة بتاعتي في الكنسر كولون معايا مشرق الجراح السيرجري معايا المسدس اللي بيشتغل لوكل اللي هو الريديو سيرابي وممكن استخدم مسدس نكمل يا جماعة الخير دكتورة عروة بتقول يأكلوا مشوي ونخرج من مسألة الزيت فعلا الأكل المشوي أقل بس يعني برضه بص دكتور عروة عشان هي كل حاجة لها مميزات وعيوب هو الأكل المشوي الدهون فيه أقل وما بيزودش تسمنة يعني دايما الناس اللي عندهم سمنة من النصائح بتاعتنا ليهم خلي أكلك مشوي خلي الفراخ مشوية خلي اللحمة مشوية بس الأكل المشوي وزن لميت وشويته حرقته زيادة عن اللزوم برضه زودت البوسيبليتي أوف كارسينوجينيك تشينجز فهو المشوي حل بيخصص فعلا مش بيخصص ما بيزودش الوزن كتير زي المقلي وزي اللي بيبقى معمول في الصالصة والحاجات دي بس وزن لميت المشوي لأن فيه مشوي بيتحرق حرق طب ما الحرق ده برضه ما اسمه حرق هيطلع عنه نتائج مواد زي الميركابتانز سيئة كارسينوجينيك ونخرج من مسألة الزيت برضه طيب بتدفن تريتمينت معيا مسادس راديوسيرابي مين لي لوكال بس أنا ممكن استخدمه في حتة بعيدة فوكال ليجين في السكال قدي راديوسيرابي عليها فوكال ليجين في السباين قدي راديوسيرابي عليها شوية بيلورة بيلورة しوري في اللانج بعد ما شفوتهم ما رح مدي راديوسيرابي عشان أعمل حاجه اسمها بيلورو ديسز أخلي البراية تلك الفسرا بيلورة يقفلوا ما يكونوش مايرحشحوش مية تاني دكتورا نوها كانت باية يا دكتور في زيت اسمه ايو زيت بذر الكتان زي الفل زيت بذر الكتان ده هو على الفكرة لانا كنت بقصده كويس خالص وأقل تقل مش تقيل قوي زي الزيت بتاع الزتون بارك الله فيك يا دكتورا نوها انت قصدك ان هي مش معناها زيت سخ ماشي زيت بذر الكتان كويس برضو يا جماعة زي زيت الزتون وينفع في الطبخ وينفع في الأكل بس معرفش برضو وضع ايه في القالية طيب نرجع للأسلحة اللي معايا تاني معانا مشرق او سكينة بتاعت الجراح ودي لوكل مش هفضل اشرق في كل حتة في العيان ومعايا مسدس برضو لوكل ريديو سيرابي في مكان التيومر وممكن استخدمه في حتة بعيدة لوكل برضو ومعايا رشاش ومعايا مدفع الرشاش هو الكيمو سيرابي ده رشاش هتقده الكيمو سيرابي في الـ IV في الفين هيلفع الجسم كله ومعايا المدفع اللي هو مين الهرمونة المدفع ده مش بينفع في كل أنواع الحروب حروب معاينة هي اللي ينفع فيها المدفع لو هو قدامي وانا شايفه في وشي واحد مش شايفه شايف هوا قدام يضرب المدفع في الهوا هبقى غبي الهرمونة السيرابي ما بيستخدمش غير لو التيومر ده فيه هرمون ريسيبتورز لو التيومر ده ما فيهوش هرمون ريسيبتورز هضرب الهرمون السيروي مدفع ومدفع قوي كان يضربته في الهوى التيومر هضحك عليك يقولك تغبي ما بيأثرش معايا ما بيفرقش معايا يبقى المدفع لازم أكون شايف العدو قدامي ومتعرف عليه وعارف أنه هو ده العدو وروح ضربه بالمدفع اللي هو مين الهرمون أما رشاشت إنت هترش الدنيا كلها هتصطاد هتصطاد اللي هو الكيموسيروي يبقى أسلحتي عمتا في التريتمنت في الأونكولوجي في المنهج أربع أسلحة على مستوىكم اتنين بيشتغلوا لوكل المشرط والمسدس المشرط اللي هو السيرجلي والمسدس اللي هو الريديو سيرابي واتنين بيشتغلوا سيستيميك المدفع اللي هو الهرمون اللي في حالات معينة والكيموسيرابي الرشاش في كل الحالات الكنسر كله ما فيوش هرمون ريسيبتور والهرمون تريتمنت فيه لسه ما فيوش غير ريسنت ستادز دراج اسمه هرسبتين ومش عليكم اسمه العلم الريتوكسيماب أخو التراستوزوماب بتاع البرست ده تارجت سيرابي مونوكلونال انتيبودز اجينست جينز معينة في تركيب الماليجنانت سيلز بتأتاك ات نفس فكرة الهرمون تريتمنت بتروح على ريسيبتور وتدمره يبقى هرمونال على مستواكم في الكولون مفيش يا دكتور اللي عايز يحفظ كلمة عامة يقول ان فيه تارجت سيرابي او فيه مونوكلونال انتيبودز اجينست جينز معينة للكانسر سيلز ماشي في الاخر خالص يقولها ودي لسه اندر ترايلز وريسنت ستادز يبقى انا ما معايش غير ثلاثة اسلحة في الكنسر كولون اتنين لوكل واحد السيستميك الاتنين لوكل السكينة بتاعت الجراح والمسدس بتاع ريديو سيرابي والسيستميك هو رشاش hub surprise الرشاش ما بيجبش والمسدس ما بيجبش في الادينو كارسنوما بتاعت الكولون الادينو كارسنوما بتاعت الكولون تكتب جانبيها كده رزلة resistant او مش resistant اصلاLY resistant معناها contraindicated ان انا نستخدم كيمو أو ريديو واحنا بنستخدمها Birdmale لكن هي رزلة Not sensitive ما بتستجبش كويس للكيموسيرابي ولا للريديو سيرابي طب خالص يا دكتور ما بتستجبش ما تديهمش عين مترشأ جسمه كان ساركورون وبعت متاسسس في الليفر وبعت متاسسس في اللانج وبعت متاسسس في البرين أقعد أشرح فيه مشرط في بطنه ومشرط في ظهره ومشرط في راسه ومشرط في العدم غصب عني بعد ما هعمل السيرجري هستخدم المسدس بتاعي ريديو سيرابي على حتة معينة وهستخدم الكيموسيرابي وأنا عارف إن الإفكت بتاعها ضعيف بس تسند زي ما بيقولوا كده نواية تسند الزير عشان كده على مستواكم منتو الكيموسيرابي والريديو سيرابي في الكنسر كولون نحن مش كاتبين فيه ديتيلز لكن أنت مش مضالب بالديتيلز بتاعت الكيموسيرابي والريديو سيرابي في مين في الكنسر كولون عكس البرست كل الديتيلز بتاعت الكيموسيرابي والريديو سيرابي الهرموني إن شاء الله لما يجي نشرح الكنسر بريست عليكم وانا قلت الكنسر بريست مهم ليه ده اهم كانسر في الفيميلز ده قبل الكنسر كلهم في الستات 25% من الكنسرز بتاعت الستات كانسر بريست واحدة من كل 9 ستات عندها كانسر بريست من واحدة من كل 9 ستات 9 ستات ماشيين في الشارع مش 9 ستات عندهم كانسر لا ده كل 10 ستات عندهم كانسر فيهم اتنين كانسر بريست لكن واحدة من كل 9 ستات ماشيين في الشارع عندها كانسر بريست اذا كانسر بريست مهم اهم كانسر بالنسبة للستات هيجي بعده الكنسر كولون عشان كده تكمن اهمية الكنسر كولون والكانسر بريست في المنهج ولو قلنا مين اللي ليه الاولوية والاول الانديتيلز الكولون طبعا لانه هو كومن في الرجالة والستات مع بعض البيست ده ستات بس اما الكنسر الرجالة والستات هو رقم 2 في الستات ورقم 3 في الرجالة بعد مين؟ بعد اللانج؟ خلاص نسوه تابع الكارديسوراسيك ولا هشرحوه ولا هيفكروكم به في آخر السنة ولا حد هسألكم فيه بروستيت ده تابع المسالك لو زاد وقت في آخر السنة نشرحه إن شاء الله ونتكلم كلمتين عن المسالك وعن العزام تالت حاجة في الرجالة؟ كانسر كولون إذن الكانسر كولون مهم في الرجالة رقم 3 في الرجالة ورقم 2 في الستات يبقى هو أهم؟ هو أهم واحد يعني أنت من الآخر يا دكتور عايز تقول إن الكانسر كولون بتاع التريتمنت بتاعه سيرجري ليه؟ رزل بس بتدوهم يا دكتور طبعا ما لا أعمل إيه ما فيه حالات أدفانسد وفيه حالات غلثة لازم أدي ادينا أمثل الحالات أدفانسد وغلثة رقم 1 العين اللي عنده ديستنت متستستست متستستستست في كل حتة في الجسم أهم ليه؟ لازم أدي الرشاش بتاع الكيموسيرابي بيجيب تأثير ضعيف يا دكتور مالوش لازمة هادي برضو الكنسر ريكتم حق 100 خط تحت الكنسر ريكتم أصعب حتة في الكنسر كولون وهو اللي هبدأ فيها دلوقتي أنا وفايا قبل ما نام منكم آخر الليل وهو الكومون 50% بالكنسر كولون يبقى لما تيجي تتكلم على الكلينكالبكتشر تبدأ بالكنسر ريكتم الانفتيجيشنز الانفتيجيشنز الاسبسيفيك للكنسر ريكتم تريتمنت ريكتال كانسر ما هو 50% كل اتنين عينين عندهم كانسر كولون هيطلع كانسر ريكتم واحد فيهم طيب الكنسر ريكتم الريديو سيرابي مهمة فيه والكيموسيرابي مهمين جدا 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 في الكنسر ريكتم ليه بقى؟ لأننا الريكتم قريب من الانوريكتال جونكشن قريب من الاسفنكترز قريب من التحكم في البراز وده شيء نوت أكسبت من أي مريض أن أنت بعد العملية تقوله أنت خفيت بس أنت البراز هيسيب عليك يقول لك يا ريتني ما كنت خفيت أنت بتفهمش أنت هتجلب حياتي جحيم يعني أمشي في الشارع عن أقد براز إزاي يعني؟ ما أنت هتقوله أصل الورم كانت تحت في الريكتم في اللور سيرد ورليتد للسفنكترز وضرينا عشان نشيل الورم والسيفتي مارجن بتاعه شلنا عضلات التحكم كلها هقولك ما قلتش ليه ما فيش أي بدائل ما فيش أي اختيارات تيجي هنا الاختيارات بند قبل العملية كيموسيرابي يعني عايز تقولي أن الماس بعت ميتس في الجسم كله فأنت خليت الكيموسيرابي بدل ما بعد العملية قبل العملية ده حتى لو مش بعت ميتس إيه؟ لوكل ستيج واحد ريليتد للميوكوزا والصاب ميوكوزا والمسكولوزا بس وبتديها كيموس آه ليه طيب يا دكتور ما هي ما تتشارتش سيستيمك عشان يروح لها الكيموس بكمية كبيرة ويخليها تكش تقل في الحجم وبالتالي لما جا شلها ما أقدرش أشيل كمية كبيرة من المسكولز من السفنكترز معاها دي حاجة يبقى الكانسر ريكتم أول ما تيجي تتكلم عالتريت من تقولي ده إكسبشن في كل المنهج بدي الكيمو قبل الجراحة على مستواكم انتو كل المنهج الجراحة هي الأساس والكيمو والريديو بعده ما عدا الكانسر ريكتم بدي الكيمو الأول أيا كان الستيج استيج واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة على فكرة الشرح اللي بشرح لكم ده الريسنتلي السنة اللي فاتت يعني انت وبتجاوب بتجاوب آخر حاجة وصل لها العلم في المانيجمنت أو كانسر ريكتم وكانسر كولون عماتا كانسر ريكتم من غير ما حد يمديده عليك كيمو سره بقبل العملية أي انتل استيج واحد اثنين ثلاثة اربعة ما ليش دعوة هدي كيمو ليه عايز اصغر حجم الماس عشان ما شلش كتير في منطقة الانوريكتال جونكشن عشان خاضر الكونتنانس ميكانيزم تظل هي قصة قصة كونتنانس بس يا دكتور خد عندك بقى ورا الريكتم بينه ما بين الساكرا ميه البري ساكرا البريكسس المليانة نيرفز اللي فيها السنبستيك والبارا سنبستيك يعني حضرتك ممكن تبقى داخل تنخور في كانسر ريكتم تسيب الكونتنانس وتحفظ عليه وتلاقي نفسك عوارت السنبستيك والبارا سنبستيك ويا سلام لو راجل هيجي له ريترو جريد ايجاكيوليشن امبوتنس دي قصة تاني خالص انت تخطيت مرحلة الانكونتنانس دي راجل دخلت على مرحلة ألعن وأضل مع الراجل ريترو جريد ايجاكيوليشن او انكونتنس اه او سوري امبوتنس ما انت شغال تلعب في النيرفز في السنبستيك والبارا سنبستيك اللي بيكون ترول السيركش والانتر كورس بتاعه كله الاريكشن والإيجاكيوليشن الاريكشن بارا سنبستيك والإيجاكيوليشن سنبستيك يعني اللي اتنين عايزهم مش هتنفع الشغلانة من غير الاتنين قدامه البلدر لو راجل وقدامه الجينيتاليا لو ست وبالتالي انت ممكن انت وشغلت نخور تعمل فيستولة مع اليترس او مع السيرفيكس ممكن تعور البلدر ويحصر يورين ليكيج لو راجل يبقى انت الرقتم مشكلته انه محاض بحاجات كتير قدامه بلدر قدامه جينيتاليا في الستات ووراه في الرجال لو الستات بريساكرا البليكسوس مهمة في الاتنين وبالذات في الرجال عشان الاجاكوليشن والامبوتنس تحت تحت الريكتام على دول انوريكتال جونكشن لي فيتر اناي ما فيهاش هزار عورتها بارش اللي او كومبليتلي خلصنا فيك الانكونتنس قول لي بقى العملية نجحة كيور ريت مئة في المئة انت زي الفل هيقول لك لا فل ولا حاجة ده انت اللي دكتور زي الزفت ودكتور فاشل يعني الموضوع ما فيهاش هزار في الكنسر ريكتام عشان كده recently قال لك ادي ادي يا عم كيمو سيرابي بري اوبرتف مش هيضر هيصغر الماس هيقلل المايكرو متستست هيخليني انا وبسلك بعد كده سلك بسهولة وما عورش النيرفز وما عورش السفنكتر طب يرأيك بجأ ادي بري اوبرتف ريديو سيرابي بري اوبرتف معناها نيو ن اي او يعني بري فلما قولك نيو'veon keemov واتجوفنط يعني مساعد وهو اصل الكيمو مساعد احنا قولنا اول رول في الكنسر كولون ايه ان المين تريتمنت من السكينة بتاعتي الجراحة يبقى كل الكيمو والريديو اسموهم adjuvant مساعد عمره ما يكون هو المين تريتمنت الكيمو او الريديو فلازم كيمو تلاقي قدامها قبلها كلمة adjuvant кино radio adjuvant radio تخيل فقى الاجيفونت الكمو الريديو يبقى لما قولك نيو أجفانت كيمو اديت كيمو قبل العملية نيو أجفانت ريديو اديت ريديو قبل العملية طيب نيو أجفانت ريديو مش حلوة كانوا زمان خدوا فيها ترايلز بعدين رجعوا في كلامهم قالك لو عايز تبدأ قبل العملية ادي كيمو بس ليه ما تديش ريديو؟ لأسباب كثيرة جداً أول حاجة يا دكتور انت قلت ان الريديو ده مش مستحب قوي لأن الريديو في حد ذاته كارسينوجينيك ماشي نقطة بيقلل البلد سبلاي وبيقلل الفاسكولاريتي وبيعمل اسكيميا في التشوز وبيعمل اند أرترايتس قبل ترانز اند أرترايتس قبل ترانز ده نتيجة للرادياشن والاند أرترايتس قبل ترانز والفايبروزز ده وحش هيرزل معي وهيغلص معينا وبسلك وهيخلى التشوز كلها فايبروز درون هبيض مش هعرف النيرفز من المسلز من الأرترز من الفينز ده غير انه هيخلي الهيلنج بتاع التشوس دي بعد ما خيأ بعد عشان كده ابتدوا يرجعوا ويقولك النيو أجفانت كيمو كفاية الريديو خليه بعد العملية يبقى الجايد لاينز والتريتمنت بتاع الكانسر ريكتم رقم واحد نيو دكتورة ايا محمود فخر الدين مش ده أجفانت سيربي ممكن يتاخد في اي كانسر صح أجفانت ممكن يستخدم بس الكيمو والريديو في الريكتم مهمين كنا بنستخدمهم هما الاتنين الأول قبل العملية وبعدين رجعناهم خلينا الريديو وراء وخلينا الكيمو زي ما هو قدام لكن في الكنسر بريست لا يا دكتورة أيا كان الستيج بتاع الكنسر بريست مش بنده كيمو الأول قبل الجراحة ده إذا كنا في البلان بتاعتنا ان احنا نعمل سيرجري لأن الكنسر بريست ستيج واحد واثنين المين بلان سيرجري وردياشن وبزود عليهم أجفانت كيمو وريديو حسب الظروف كيمو وهرمونال حسب الظروف المين بلان في ستيج 3 و 4 في الريست يا دكتورة أيا كيمو وهرمونال أنا ممكن أعمل سيرجري ولو هعملها هعملها الأول أبنى يبدأ جلسات الكيمو وممكن ما كونش محتاجة أعمل سيرجري خلاص وبالتالي أنا مدتش كده قبل السيرجري كيمو في الريست فهي فكرة النيو أجفانت لا مش في كل الكنسر دكتورة الكنسر سيرويد ما فيهوش كيمو خالص نورول للكيمو بس تعيد عنه بمين؟ بالريديو أكتف آيودين طب هل في الكنسر أنتو هتشعبوا بينا الأمور بس ما عليش طالما سألتها شرح هل في الكنسر سيرويد إحنا الكيمو خالص لغناه في الكنسر سيرويد ينفع النيو أجفانت ريديو ريديو أكتف آيودين ده كتاستروف لو ديت ريديو أكتف آيودين قبل العملية أنت عارف يعني ريديو أكتف آيودين في الكنسر سيرويد قبل العملية؟ يعني ملهاش لازم أنت شغال تحقن العيان بإشعاع وتزود الكاثلوجينيك ماتيريا الجوة بقنه وجوة جسمه من غير فايدة كل الريديو أيزوتوب هتاخدها مين؟ هتاخدها السيرويد هي فيها المين بالك بتاع التيومر والميتس اللي مترشقة في الجسمه كله هتديك فولز سنسيشن أنه مفيش متس أنت شغال تدي ريديو أيزوتوب آيودين كله واخدت السيرويد تروح أنت يا سلام ده الدنيا زي الفول العيانة دي كويسة إيرلي مفيش فيها متاساسيس خالص المتاساسيس مخدق مفيش مفيش أي فوكاليجن بينه كل الريديو أيزوتوب خدته السيرويد طبعا ما هي المصنع وهي المين بالك والصغيرين مش هيدولهم حاجة أما للميتس دي بتاعت السيرويد عرفها إمتى بوست أوبراتف يبقى أنا بعد ما أعمل التوتال سيروديكتومي أستخدم الريديو أكتف آيودين لأسباب كتيرة رقم واحد عشان أتأكد أن ما فيش أي ريديو أكتف آيودين راح مكان السيرويد في الرقبة ولو لجيت ريديو أكتف آيودين باين باجا وفي تيش وخده مكان السيرويد معناها يا باشا أنت ما عملتش توتال سيروديكتومي زي ما الكتاب بيقول سبت حتة من السيرويد اتفضحتها عشان كده الريديو أكتف آيودين بوست أوبراتف السيرويد بيفضح الجراح لو في ريديو أكتف آيودين راح في الرقبة مكان السيرويد جلاندي بجي سايب سيرويد تيشو رقم اثنين حتى لو سايب سيرويد تيشو سيرويد تيشو صغير وبالتالي هيدي فرصة للميتس اللي مترشقة في باقي الجسم تشفض الريديو أكتف آيودين تروح التعارفهم امسك في فوكال ليجين هنا عند السكال امسك في واحدة في السباين امسك في واحدة في الريبس ادي عليهم رادييشن هيموت وهم الكل خلص ده أنت لو زودت عليهم مش عايز رادييشن ده أنت لو زودت عليهم جرعة الريديو أكتف آيودين هيعمل فيهم ايه زي ما بيعمل اليوغولز آيودين في السيرويد جلاند مش أنا قبل ما بعمل العملية بتاعت السيرويد جلاند التوكسيك اللي مليانة فاسكوليتشر ومليانة بلات سابلاي عايزة خفها عايزة خليها تبقى فيبروز تبقى شرانكن يبقى البجيدينج فيها أقل أعمل فيها اندارترايتس قبلترانز روح أفضل أدي العين ايه ليوغلزايدين أورال لمدة 14 يوم على يوم الـ 12 والـ 13 والـ 14 تلاقي رقبة الراجل أو الـ 6 اللي كانت مليانة وبتبك دمه ومليانة فينز نشفت ليه الايودين نشفها 14 يوم بس اليوغلزايدين نشفه السيرويد جلاندو كلها بقى أنا عايز جرعة من الـ Radio Active Iodine على الميتس تنشفها وتخليها تبقى non-functioning وما تشتغلش تاني وتبقى ميتة في مكانها ومش بحتاجة أي حاجة تاني عشان كده حق النقطة دي بقى الفوليكولر سيرويد كانسر اللي بيبعت ميتس في أي حتة في الجسم والبابلري سيرويد كانسر اللي بيبعت في اللمف الفوليكولر عن طريق البلد والبابلري عن طريق اللمف ده الكانسر الوحيد اللي ممكن يبقى استيشفور والعيان يخف وقوله انت زي الفل الراجل أو الـ 6 انت خفيت زي الفل ما فيكش حاجة يقول لك ازاي يا دكتور أنا جسمي مترشأ بـ focal lesions مخلص الدناهم ريديو ايزوتوب الدناهم ريديو اكتف ايودين ونومناهم كلهم خلناهم خملين لا هينشطوا يأثروا على التشوز اللي حواليهم ولا يطلع منهم focal lesions ولا هيتطلعوا تيسري وتيفوريبو فانكشنينج ماتوا يبقى لما قولك مين الكنسر الوحيد في الجسم اللي ايا كان لستيج أنا ممكن اوصل فيه لمرحلة الكيور الكنسر سيرويد كل انواع الكنسر سيرويد لا انا قلت اتنين بس البابلري والفوليكولر هو فيه تاني فيه المفومة المفومة أفزة سيرويد بتبقى مترشأة في الجسم كله هي طبعا اللي مفومة بتستجيب كويس جدا للريديو سيروبي والكيموسيروبي بس لما تبقى اللي مفومة مترشأة في الجسم كله صعب ان احنا نوصل لكيور ريت 100% فيه أنابلاستيك الأنابلاستيك يا باش ده بيمسك في الأسوفيجس وبيمسك في التراكيو بيمسك في السنبساتيك ترانك وبيمسك في الأنسسر فيكالس وبيمسك في الكاروتيد ده صعب ان انت تقول ان العين خف كيور ده من كتر من أنابلاستيك سيرويد كارسينوما سيء والبروجنوزز بتاعه في ريباد احنا بنعمل ايه بنخلق عين ياخد نفسه بس بنعمله جاست إزميكتومي بس نقطة ولا ريديو ايزوتوب ولا اي حاجة أنابلاستيك سيرويد كانسر إزميكتومي نقطة باليتف إزميكتومي يا دكتور من لو شخصتوا بدري هلحقوا حتى لو شخصتوا بدري الأنابلاستيك سيرويد كانسر واحد من الكوزز اللي بتعمل فروزن نيك انت عارف يعني فروزن نيك يعني رقبة شابكة كلها في بعضها حتة واحدة يعني ما تقضعش بحتة منها تشيل الرقبة كلها وتحق رقبة مكانها ما تشيلش زيه زي الريديلز سيرويدايت ده اوتو اميون ديزيز انفلاماتوري بروسس بتعمل سيفير ادهيجنز وفايبروزز في الرقبة كلها التو كوزز دول الريديلز والأنابلاستيك سيرويد كانسر مليش صرفة معهم غير إزمكتومي بس شيل الإزم تخلي العيان والتراكية تاخد نفسها وتسيب العيان زي ما هو الريديلز هتديله كورتيكوستورويدز بلو دوز فور لايف وأنتي انفلاماتوري فور لايف والأنابلاستيك تفرج عليه وسيبه هيموت خلال شهر او شهرين مالوش صرف خلاص الدكتورة آية قديني جيبتلك السيرويد ما فيهاش كيموسيرابي ولا ما فيهاش اي حاجة نيو أجفانت وديني جيبتلك البريست ما فيهاش نيو أجفانت لا كيمو ولا ريديو ولا اي حاجة السيرجري هي الأساس تعالي على الليفر الهيبات وسيلولر كارسينومة البروتوكول بتاعها متشعب جدا 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 وانا لو بدأت فيه مش عارف خلصه بس عماتا الكيموسيرابي برضو في الهيبات سيرولر كارسينومة ليها انديكيشنز مش قبل الجراحة يعني الهيبات سيرولر كارسينومة لو انا نعمل جراحة مش هحتاج أصلا كيموسيرابي ولو مش هعمل جراحة مش هستخدم غير الكيمو طيب البانكرياس نو رول للكيموسيرابي ات اول لا كيمو ولا هرمونال البانكرياس هي تعمل عملية يعني ما فيش صرفها ممكن تركب ستنت بعد كده في الكونبال داكت عشان الصفرة تعدي الكنسر بانكرياس ما فيش حاجة اسمها كيموسيرابي ولا هرمونال فيه وللأسف للأسف يعني في عينين كتير بيقعوا ضحية للكاترة أونكولوجي مش كويسين وعايزين يستنزفوا الناس في القاهرة وفي سهاج وفي معاهد أورام كتير يبقى العين عنده كانسر بانكرياس انقبرة بالخلاص وحضنا له استنت وخلاص عيش بقى بيها وخلاصنا يقولوا له لا تعال نجرب فيك تعال نديك كم جرعة من الفايل فلورويراسل تعال نديك كم جرعة من مش عارف ميسوتريكسيت ما بيجيبش الكانسر بانكرياس ما بيستجيبش نهائيا للكيموسيرابي نورول للكيموسيرابي في الكانسر بانكرياس وإن كان زي ما قلت لكم في بعض الأضباء بيعملوا ممارسات خاضقة من باب الترايل ومش بيستفاد الجايدلاينز العالمية الكانسر بانكرياس يتعمل عملية يتعمل بالية في عملية يتحط استينت نقطة فيه كانسرية تاني في المنهج رينالسيل كارسينوما ما عنديش الديتيلز بتاعته بس اللي عرفه برضو أنه في الأول لازم تدي جراحة لو هتدي كيموسيرابي لازم تعمل الجراحة الأول وما فيش في الكنسر بتاع الكيدني نيو أجفوند كيموسيرابي يبقى المكان الوحيد يا دكتور اللي فيه نيو أجفوند كيموسيرابي الريكتر مش الكنسر كولون الريكتر الكنسر ريكتر ليه؟ عشان خضرها قلل الماس وقلل الصيز بتاعها ومتاكلش في العضلات ومتاكلش في السفينكتر ومتاكلش في النيرز والعملية تبقى بسيطة وأطلع بسيفتي مارجن قليل طيب يبقى البروتوكول يا دكتور في الكنسر ريكتر نيو أجفوند كيموسيرابي ادينا اسم واحد بس يا دكتور ويبقى عدك العبو زيادة يعني هو مش عليكم أصلا انتو فكرت ان انتو تبقوا عارفين ان الكنسر ريكتر بياخد نيو أجفوند كيموسيرابي ده بيرفكت ده مش مطلوب منكم من الأوائل أكتر من كده الدراج اللي بيتعضي فايف فلورو يوراسل يعني لو حد عايز يعرف فايف فلورو يوراسل بيتعضي تلاتة سايكلز ده خمسة سايكلز بري اوبراتيب ده بيعمل مارفلوس افكت في الكنسر ريكتر وخلينا ناخد سيفتي مارجن قليل ونحافظ على السفينكتر طيب تعال للجراحة بقا احنا بنتكلم على الكنسر ريكتر السيفتي مارجن في الكنسر ريكتر والكنسر كولون عمتا كام اتنين صندق فوق واثنين صندق تحت يعني يشوف اخر حد الماس اقصى حاجة اتنين صندق فوق واثنين صندق تحت انتواخد سيفتي مارجن زي الفل تمام يا دكتور الحمد لله طب احنا سمعنا ان الجراحين بياخدوا خمسة صندق فوق خمسة صندق تحت ده لما تكون الماس في السيكم لما تكون في الاسسندينج كورون لما تكون في الترانزفيرز يا عمي وسع بحبح احنا نقصين يكون فيه مايكروميتس ولا شوية نانوميتستاسس في الحتة اللي جنبها كده كده القولون مترو نص والحتة دي مش هتفرق اما عند الريكتر انت مضالب ان انت تاخد المينموم اللي هو اتنين صندق هتقول لي ده انا كريم هاخد خمسة صندق خلص العين هيبقى انكونتننت العين نفسه مش هيسمح لك عشان كده الستاندرد المينموم في الكنسر بتاع الكولون عمتا بروكسما لاتنين صندق سيفتي مارجن زي الفل وديستل اتنين صندق سيفتي مارجن زي الفل طب يا دكتور ده انا كريم في الريكتر ما عايز ااخد خمسة صندق لو عايز تاخد خمسة صندق اخدها بروكسما الفوقي شيل مستجمويد براحتك شيل الابر بارت بتاع الريكتر براحتك شيل الميدل بارت بتاع الريكتر اول ما تيجي عند اللوه روسير بتاع الريكتر لو هتاخد تحت دستل هم اتنين صندق متاحين لك ما فيش اكتر من كده يبقى الرول السيفتي مارجن في الكنسر كولون عمتا اتنين صندق بروكسما واثنين صندق دستل بس يا دكتور الجراحين متعارف عليهم بينهم ما بين بعض بيبحبحوها بيخلوها خمسة صندق بروكسما و دستل طالما انا عندي رفاهية ان انا شيل اول ما بقرب تحت عند اللوهر سيرت بتاع الريكتر خلاص فيش هزار وقفين على الريكتر جانكشن دستل اتنين صندق ما حدش هيقدر ياخد اكتر من كده احسن جراح في العالم هيخاف مش هياخد غير اتنين صندق بروكسما الفوق ايه لفوق عادي عم خد خمسة صندق يبقى معاكم تذكروها بطريقتين ضريقة الساينتيفيك ان انت تقول المنمم اتنين صندق بروكسما و دستل ولو عايز تزود تزود في اي حتة براحتك معاه ده اللوهر سيرت ريكتر و اللوهر سيرت ريكتر لو عايز تزود بروكسما خد براحتك تلاتة صندق اربعة صندق خمسة صندق اما دستل انت و راحنا هتلقينا الكنال اتنين صندق عايز تحفظها بقى دريقة اللي كاتبها المدري و كل الاصطفات و اغلب المذكرات ان هو السيفتي مارجن خمسة صندق فوقه تحت بس عند اللوهر سيرت بتاع ريكتر احنا بنخاف فبناخد اتنين صندق بس دي تنفع و دي تنفع ليه اتنين صندق بس تعالوا بقى نحسب الريكتر كم صندق الافرش بتاع الريكتر خمستاشر صندق وتحت الريكتر على دول فيه اربعة صندق بتوعي الانالكنال الخمستاشر صندق بتوعي الريكتر دول والاربعة صندق بتوعي الانالكنال الليفل بتاع الانوريكتر جنكشن اللي هو جنكشن ما بين الخمستاشر بتوعي الريكتر والاربعة بتوعي الانالكنال الخط ده اللي ما بينهم ده اسمه انوريكتر جنكشن بداية الانس ونهاية الريكتر ده الليفل بتاع مين الليفيتر اناي الصندي ده الأخير بتاع الريكتم اللي هو الصندي الخمستاشر من تحت قبل الاربعة صندي بتوعينا الكنال ده الليفل بتاع مين الليفيتور ايناي الصندي ده لو جيت وشلته هتعمل العين كولستومي خلاص العين ده يعني عايز تقول لي يا دكتور إن الصندي ده لما يكون جاي من فوق ونازل بسفتي مارجن تحت وروح واخده معايا أقصه أشيل الصندي بتاع اليفيتور ايناي ده من الريكتم خلاص بازت الدنيا طب خلاص يبقى سيب الصندي ده خلي الخياضة عليه يبقى أنا أخليه آخر حتة سليمة هخيط فيها هوصل فيها الجزء البروكسمل اللي فوق اللي هو السيجمويد والديسسيندينج كولن طيب لو أنا هشيل الصندي ده هسيب الصندي ده واشيل فوق إيه لحد عنده يبقى أنا كده هحط القاعدة الأبر سيرد ريكتم الدنيا مبحبحة وأقدر أنزل اتنين صندي تحته ما أسرش حاجة في اليفيتور ايناي والميدل سيرد ريكتم أقدر أنزل تحته ما هو اللوور سيرد تحته خمسة صندي أقدر أخد منهم اتنين صندي عادي خالص وما عورش اليفيتور ايناي أما الكنسر اللي هيجي في اللوور سيرد ريكتم ملوش حل غير إيه إن أنا هشيل السيفتي مارجن وضمن السيفتي مارجن بتاعه هيكون اليفيتور ايناي وبالتالي هشيل الانس والريكتم كله وخلي آخر حتة سريمة فوق في السيجمويد أطلع بيها على الاسكن بيرماننت كولوستومي والعملية دي اسمها Abdomino Berenar Operation Abdomino أقورها مش من جوة أقورها من بر عشان تتفك بل أخلخها وقد اللعها معاي عامل بالضبط زي ما تكون حديدة ماصورة حديد جوه أثمنت عايز تشيلها هتخرّمها من جوية ولا من برة تفضل تفصلها من الأسمنت تشراحها من الأسمنت داير ميدور لحد ما تطلع بيها ما بين الأسمنت هتقوّرها من برة يبقى أنا الأنبوبة بتاعت الركتم والإنال اشيلها كلها محتاج بارت أبدومنل أفتح البق وسلك النص لفوق بتاع الأنبوبة الأبر سيرد والميدل سيرد بتاع ركتم داير ميدور من جوى البق والإنال كنال واللور سيرد بتاع الركتم بسلكهم من تحت من فتحة الشارج عشان كده تسمت العملية two parts two incisions incision من البرينيوم و incision من الابدومين تسمت بشيل فيها الأنبوبة كلها الخمستاشر صنطي بتوع الريكتام والاربعة صنطي بتوع الانال الكنال هيروح حد فيكم شادر كده هيقول لي يا دكتور مش انت بتقول الكانسر ده في يعنينا لو طلعت تحت لو نزلت تحت بسيفتي مارجون اتنين سنطي خلاص ماشي سلت اللي فيتور اناي والانالكنال بس أنا لسه معايا فوقي عشرة سنطي الميدل سيرد والأبر سيرد سيبهم او على الاقل شيل الميدل سيرد وسيب الأبر سيرد بتاع الريكتام ما انا عايز اطلع به بيرمن انتكولوستومي وما فيش فتحة شارج خلاص تحت ما فيش سفينكترز هل ينفع الريكتام نعمله موبولايزيشن ونطلع به ريكتوستومي في حاجة اسمها ريكتوستومي لا وده اللي عمله هارتمن هارتمن لما كانت القصة مش تحت في الريكتام لما كانت القصة الكانسر عند الريكتو سيجمويد جانكشن فوق في الأبر سيرد ريكتام وكان يبقى العين مش متحضر ومش هعرف اعمل برايماري ما كانش بيعرف يطلع بالعينتين الريكتام مالوش حل يتشيله يتسيبه في مكانه منفعش تطلع به كولوستومي فهارتمن كان بيعمل ايه كان بيقفل الريكتام ويطلع بالسيجمويد كولوستومي دي لها الهارتمن بروسيجر عشان كده انا هنا في الابدومينوبرينيال رغم من الكانسر في اللور سيرد ريكتام والميدل سيرد والقبر سيرد سلام بس ملهمش اي لازمة مش هعرف اطلعهم كولوستومي عالجلد فباشلهم واخر حتة موبايل في السيجمويد هي اللي بطلعها ايه كولوستومي يبقى الريكتام ييتساب ويتوصل بأناستوميز ييتشال ماينفعش يتعملوا موبلايزيشن ويطلع كولوستومي ييتسلك خالص داير مايدور ويتشال يترمي زي ما بعمل في الابدومينوبرينيال اللي هي العملية الستاندرد بتاعت الابدومينوبرينيال بتتعمل في مين فأي كانسر ييجي في اللور سيرد ريكتام والسانطي اللي فوق بتاعي الانالكنال مش الانالكنال اربعة سانطي فيهم سانطي تابع الاندوديرم اللي هو فوق الدنتيت لاين دا زي زي الريكتام بعمل في ابدومينوبرينيال لكن لو الكنسر جه في التلاتة سانطي اللي تحت بتوع الانالكنال اللي هم سكن اكتوديرم مش بعمل ابدومينوبرينيال واحدة شطرة برضو منكم تقول لي ليه ايش معنى دا الفرج ما بينهم ولا حاجة يعني انت السانطي اللي فوق في الانالكنال تعملوا ابدومينوبرينيال والتلاتة سانطي اللي تحت تعملوهم ما تعملوهمش عملية اصلا ليه 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 مش فاكرين لما كنت بمهد قبل مبدأ ال جه اي تي كله وكلمت في الاكتوديرم والاندوديرم قلت لكم من خصائص الاندوديرم الايبيسيليم بتاعه كولامنر ايبيسيليم وفي اوتونوميك نيرف سابلاي وانسينسيتيف وقلت ان السانطي اللي فوق بتاع لقنا الكنال الابر صانطي ده ده زي وزي خصائص الريكتام وزي وزي خصائص الجو اي تي اندوديرم يعني الايبيسيليم بتاعه ادنو كارسينومة رزلة مش هتستجيب للكيموسيرابي ولا للريديوسيرابي والمين تريتمن تبتعها مين عملية عشان كده هعملها زي الريكتام وهعمل فيها ابدومينوبرينيال اما التلاتة صانطي اللي تحت رغمونهما جنبيها ده ما فرقناش غير ميلي ده لازقين فيها بس ايكتوديرم الايبيسيليم بتاعه اسكويماس الاسكويماس سيل كارسينومة زابست كانسر بيستجيب للردياشن خد عندك بقى الاسكويماس سيل كارسينومة هو التيومر بتاع الايكتوديرم اللي بيطلع من الايكتوديرم اللي كيورابل كيورابل بالردياشن ايا كانت الاسكويماس سيل كارسينومة عملة ماس ولا عملة ارنبيضة صلط عليها الإشعاع تلاقيها صغرت 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 واختفت يبقى لما يبقى الثلاثة صندي اللي تحت فيهم كانسر أشيل وأعمل أبدوم نوبرينيل يبقى أنا غبي إذا كان بيستجيب ده إكتوديرم ده سكويماس بيسيريوم ده سكويماس سير كارسينوما هتستجيب بيرفكت دراماتيك رسبونس للريدياشن صلط عليها أنت بس شوية إشعاع على فتحة الشرق هتلاقيها اختفت يبقى أعمل العين أبدوم نوبرينيل كده أنا شرحت الكنسر ريكتم والكنسر إنا الكنال الكنسر إنا الكنال تأسمه أبر فورس ولور سري فورس اللور سري فورس إكتوديرم سكويماس إبيسيليوم التيومر اسمه سكويماس سير كارسينوما very sensitive للرادياشن كيورابل يا دكتور أيا كان الستج كيورابل طيب لكن الأبر فورس بتاع الإنا الكنال زيه زي الريكتم زيه زي بقى الكولون اندوديرم ما فيش في حل غير السيرجل طب خلاص يبقى الأبر فورس بتاع الإنا الكنال الصنطي اللي فوق والخمسة صنطي بتوع اللور سيرد بتوع الريكتم أي كانسر هيجي فيهم عملية اسمها إيه أبدومنو برينيل أوبريشن يا دكتور بفتح انسجن من البقم بسلك فيه الأبر سيرد والميدل سيرد بتوع الريكتم ليه حبيبي ما هم مسلم ما فيهمش حاجة مش عارف أتصرف فيهم خلاص خلصت ما لهمش لازمة طالما لإنوريكتر جانكشن اتضربت هشلهم معاه طيب وسلك بقى الإنا الكنال كلها طب ليه يا ابني ما الثلاثة صنطي اللي تحت دول إكتوديرم وما فيهمش كانسر ولا حاجة ما لهمش أي لازمة ظلامة لإنوريكتر جانكشن اتضربت يبقى الأنبوبة دي كلها على بعضها التسعة عشر صنطي دول الخمسة عشر بتوع الريكتم والأربعة بتوع الإنا الكنال ما لهمش أي لازمة شيلهم كلهم العملية اسمها أبدومنو برينيل أوبريشن وتتعمل في اللور سيرد ريكتم والأبر فورس بتاع الإنا الكنال يا رب تكون وصلت طيب الميدل سيرد ريكتم والأبر سيرد ريكتم زيهم زي الكولون اتنين صنطي فوق و اتنين صنطي تحت ولو انت راجل كريم خد خمسة صنطي برحتك فوق بس تحت خد اتنين صنطي بس وهتلاقي نفسك بتعمل برايمار يعني اسموز ده عادي خالص ما بين الريكتم والريكتم يعني لو فيه ماس في الميدل سيرد بتاع الريكتم اشيل الميدل سيرد اه اشيل الميدل سيرد ووصل الأبر سيرد باللور سيرد ريكتم بريكتم عادي شيل الأبر سيرد والميدل سيرد مع بعض هما الاتنين ووصل السيجمويد باللور سيرد براحتك معاك مساحة معاك الخمسة صنطي بتوع اللور سيرد اشتغل فيهم ده انت لو عايز تشيل ثلاثة صنطي ولا اربعة صنطي من اللور سيرد بتاع الريكتم معاهم وتسيب بس الانوريكتال جونكشن وتوصل عليها تاخد الغرز عليها مفيش مشكلة عادي يعني يا دكتور الكانسر بتاع الابر سيرد ريكتام والميدل سيرد لو هو إلكتف والعين متحضر كويس والدنيا نظيفة أخيط الريكتام في الريكتام أو السيجمويد في الريكتام وزي الفل للدنيا طالما انت محافظ على الانوريكتال جونكشن شي للور سيرد كله معادة الصندق الأخير بتاع الانوريكتال ووصل فيه أي حاجة من فوق والدنيا هتبقى زي الفل عايزي أكتر من كده يبقى زي ما قسمت القناة الكنال صندي و3 صندي قسم الريكتام التو سيردز اللي فوق والسيرد اللي تحت التو سيردز اللي فوق عملية ريسيكشن و برايمر انستوموزي الوان سيرد اللي تحت أبدومينو برينيال العملية بتاعت الابر تو سيردز دكتورة أروى يوسف ما شاء الله على السلوة بتاعتك ما حتى لو القناة الريكتال جونكشن بقت مش تليمة هسيب بقى الانس ومفتحش كلوستومي على السكين لا 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 بص بقى دكتورة الكولوستومي اللي على السكين لها مميز ودي شرحتها في الاول انا وبماهد لجيائي تيه قلت لكم ايه فكرة الانكونتنس والعام بيتدايق لإيه المنطقة بتاعت الانس والبرينيال مع دكتورة أروى منطقة مدارية سواء ميل او في ميل مش هيتقبل انه هو يبقى ماشي في الشارع ويباني ان فيها فليود او ان فيها سيكريشنز او ان فيها دستشارج ده غير انه هو مش هعرف يعمل كنترول يعني مهما اللبس بامبرز وحق حاجات كتير في الحتة دي انت ما تضمنش الفليود اللي بيطلع كتير يبهدل البانطلون ويبهدل الجيبة وبهدل اللبس ده اسيكالينوت اكسبتد لو العيان ما عندوش الابشن بتاع الكونتنس الانس مالهاش لازمها دكتور مفيش حاجة اسمها كده اوصل السيجمويد باللسكين بتاع الانس ويسيد من السيجمويد على اللسكين العيان نفسه هيقول لك دكتور لما كده كده الدنيا هتسيب افتحها لي على الانسكين تحت اللبس من الدارية اركب عليها كيس تحت اللبس افضيه في اول اليوم وفي نص اليوم وفي اخر اليوم اعمل كنترول عليه كويس ده غير في حاجة تانية دكتور لما كنت شرحت لكم الالثرتفكوليتس الفاميليا الأدينومتاس بوريبوزز وتكلمت على فكرة التوتال بروكتو كوليكتومي هشيل الريكتوم كله واسيبه على اخر حاجة الانوريكتال جانكشن واجيبه الاسمول انتستن بخيطها عند الانوريكتال جانكشن كأنك بتعمل اليو اينا لانستموزز في كونتنانس في كونتنانس المصل الشغالة ومع ذلك عشان الاليوم الفلوود اللي جاي فيه مية العيان بيخرب الدنيا بيرجعوا العيانين كانوا بيعملوا كده زمان كانوا بيرجعوا الجراح بيضربوه انت مجنون انا امشي في الشارع انا اعود على الكرسي اقوم الكرسي بقى مبلول انا اللبس بتاعي الاندروري بقى مبلول وناس تضحك علي طب اعمل لك ايه افتحها على الجلد افتحها بعين عن المندلة اللي تحت خيضوا المندلة اللي تحت دي اقفلها خلاص ملهاش لازم اقفلها هتقولوا دهنا العضلات ما شلتهمش ده بناين بروبلم فاميليا لادينومتاس فوليبوزز لسه ما قلبتش كانسر والعضلات كويسة سيبها شوية الماية مفيش مشكلة يقولك مفيش مشكلة ازاي فبقينا نعمل موديفيكيشنز بقينا نجيب الاليوم قبل ما نخيضوا بالاليوم الكنال يا دكتورة أروه نفضل نتني نعمله على حرف اس على حرف دابليو على حرف ام كأنك بتعمل ترانزيت للميا تفضل الميا تطلع وتنزل تطلع وتنزل نعمله زي باوتش زي حرف يو كده كأنك بتعمل حمام سباحة في الحتة دي تتحوش فيه الميا قبل ما تطلع وبرضو العينين ما كانش بيعجبهم يعني حتى لما كنا بنعمل حاجة اسمها إليا الباوتش العينين ما كانش بيعجبهم كان يقول لك الباوتش دي وحرف الدابلي وحرف الاس عملها لي على الاسكن وتبقى شكرا يا دكتور حتى فضي الكيس كل يوم كل يوم ونص وهم الداري تحت اللبس وخلاص ففكرة يا دكتورة أروه أننا أوصل الريقتم أوصل الكولون أو بالإنال كنال من غير سفينكتر ده لما وصلنا الإليام مع الإيلة الكنال من غير سفينكتر الناس ما تقبلتهوش الحالة الوحيدة أنا ممكن تتقبلها كولون ماشي والكولون فيه فيه كالمطر أن أنا أجيب الديسسيندينج كولون أو السيجمويد بعد في الحالات بتاعة الأبر سيرد والميدل سيرد هشيل الأبر سيرد والميدل سيرد وهشيل سيفتي مارجن من اللور سيرد ولسه سايب السفينكتر أروح جايب السيجمويد ونخيقه فيه ما السيجمويد الكونتينت بتاعته هارد ماس خلاص زيه زي الريكتا مفيش فيها مشكلة يا رب أكون جوابت على سؤالك أنا مش عارف فهمت السؤال صح ولا لأ خلاص يبقى فكرة إن الانوريكتال جونكشن بازت واللي فيتور بازت مفيش حل لازم تمصمر الحتة دي كلها وتقفلها تسد الحتة اللي تحت تبقى سكين يبقى جارحة كده مكان الانس ومقفول سكين وتفتح السيجمويد كولون على سكين طيب ويبقى أنا كده شرحت الكانسر ريكتم هقسمه الأبر تو سيرد والأبر تو سيرد الأبر تو سيرد الري سكشن وبرامري تماميا دoktor ماشا دكتور الأبر تو سيرد الرسكشن وبراي مري أنستوموسيز الأبر تو سيرد أبدو alumni berenil طيب السراحة في التكست بوكس الرأي سكشن والبرامري أنستوموسيز بتاع الأبر تو سيرد بتاع الريكتم ليه اسم شيك وضريف وأنا فهمتكم الغرض من الاسم ده عشان كده لما هقوله هتفهموه اسمه anterior resection وانا عارف انه هعمل اناستو موزز ولما بقى anterior resection ولما بقى خلاص قربت خالص شلت اغلب الريكتر مسبت يا جوبك الانوريكتر جونكشن بس هي اللي هخيط عليها اسمه low anterior resection او ultra anterior resection عارفين ليه anterior هو resection انا بسلك داير ما يدور بس عايز يقولك المانيبيوليشن كلها هعملها anterior لما تيجي تعمل المانيبيوليشن ورا الريكتر خليك ديليكت عشان ما تعورش البريسيكرا البليكتر عشان كده بدل ما اقول عليه في الريكتر resection وبرايمر اناستو موزز هقول anterior resection ولو شلت جزء كبير خالص من الريكتر ما وصلت تحت تقول لي low anterior resection يا دكتر انت كده تبقى ضالب بيرفكت يبقى العمليات بتاعة الابر تو سيرتز بتاعة الكنسر ريكتر من العملية بتاعتها اسمها ايه anterior resection او low anterior resection او ultra low anterior resection التلاتة معناهم ايه شلت الابر تو سيرتز وخدت safety margin وخيقضه على الانوريكتر جنكشن والسفينكتر موجودة زي ما هي جبت السيجمويد وخيقضه في الانوريكتر جنكشن والسفينكتر زي الفل والعيان هيجيب فيك المطر هارت زي الفل ومش هيبقى عنده دايرية ولا عنده حاجة موضوع بسيط جدا وسهل اما العملية بتاعت الـ lower third rectum اسمها Abdominopreneal operation طيب خلاص انا كده شبه خلاصنا دول اسعب حاجة في التريتمنت التريتمنت بتاعة الـ cancer rectum new adjuvant chemo 5 floro yuracil من 3 ل 5 cycles وخش شيل ووصل وخلصنا على كده اما الـ cancer بتاعة الـ NL canale هتقولي الـ upper force Abdominopreneal والـ lower three forces radioserapides squamous اي حتة في الكولون بقى بعد كده بداية من السيجمويد وانت اطلع لفوق اسم الكولون نصين السيجمويد والdescending والlisplenic flexure والنص الشمال بتاعة transverse colon دول اسمهم الكولون الشمال left colon السيكم والascending والright colon والهيباتيك فلكشور والنص اليمين بتاعة transverse colon دول اسمهم القولون اليمين يعني الكلام على قولون يمين وقولون شمال الـ 2 ايا كانت الماس فيهم هعمل لها resection وbrimary anastomosis في حالة ان العيان ده elective متحضر يعني خلص هات من الاخر قول لي الكلون كله حتة واحدة ظلم على العيان elective مش هتفرج المكان resection وbrimary anastomosis فعلا ومال انت بتتعدنا ليه وجسمهم نصين كولون يمين وكلون شمال عشان اطوارق في اطوارق بقى الوضع مختلف للأسف الكولون مختلف الكولون اليمين ده فول له ظاهر ونضيفه حلو وفيه مية اعمل فيه اي عملية فيه اعملها resection وbrimary anastomosis والعملية اسمها right hemi correctum right الكولون اليمين hemi شلت نص القولون اليمين correctum مشلت الكولون اما النحية الشمال النص الشمال اللي هو النص الشمال بتاع transverse colon والسبرينك flexure والdescending والسيجمويد في الاميرجنسي العيان جايلك بيهم مليانين فيه كالماتر ووراس معاك ثلاثة options اللي ختمت بيهم الحاضرة بتاعت مبارح ميكوليكس وهارتمن ودودلي عمينا ميكوليكس بتاع 1400 و1500 كان بيعمل ايه كان يفتح انسيجم ويروح مسلك الحتة اللي فيها الماس والحتة اللي حوليها وروح طالع بيها من الجرح ويروح يقص أصبر البق وعمل exteriorization بعد كده عمل resection وسب العنتين على الجلد exteriorization وresection وسب two ends جنب بعض وشنوها double barrel كولوستوم خلاص ده عمينا مين ميكوليكس وده كان في 1400 و1300 وده غير مقبول دلوقت جه بعده في نفس الوقت بعده بفترة مش كبيرة ميستر هارتمن قال له يا ميكوليكس الكلام اللي انت بتقوله ده زي الفول بس لو التيومر ده في أبر سيرد ريكتم هتعمل ايه فيه يا ميكوليكس هتسلك الريكتم ازاي تطلع بيها على الجلد وتكمل العملية برا ميكوليكس قال له لا انا مش تابعي انا بتكلم على القولون كله معادة الريكتم ومعادة المنطقة بتاعت الريكتوسيجمايد الجنكشن ما بين الريكتوسيجمايد شوف له انت صرف يا هارتمن قال له اه انا شفت لها صرف هسلك جوة البطن وهشيل جوة البطن معلش بتاع التخدير يستحملني بس مش هعمل توصيل مش هاخد وقت طويل هسلك في ربع ساعة واقص بالمقص تاك تاك خلاص بقى عندي عينتين عين تحت تابع الريكتوسيجن ما لاش حلها خيضها واقفلها هسيبها كلوز والعين اللي فوق موبايل روح فتحها على الجلد البروستيجر دي كلها اسمها ايه هارتمنز بروستيجر عملته يا دكتور سلكته جوة وشيلته جوة وما وصلتش الديستال ستمب قفلته والبروكسمال ستمب فتحته على الجلد طيب رجع ميكوليكس جال لهارتمن شاضر بس العملية بتاعتك دي ما تنفعش يا هارتمن غير عندي الريكتوسيجمويد جونكشن اوعة تجنن يا هارتمن وتعملها في الترانسفيرزو كورون وتقول لي انا هخش هسلك وهشيل واقفل العين الديستال الموبايل بارت بتاعت ترانسفيرزو كورون الديستال اسيبه جوة البقن الموبايل واقفله والبروكسمال اطلع بيه هارتمن قال له ليه قال له هيفرقع اللوب ده جوة البقن ده لوب طويل خالص بقى ده مش ريكتر مع 10 صندي ده انت سايب متر سايب تلترمع متر جوة البقن وقفله هيفرقع جوة البقن وهيطلع ميوكاس فيسترا وهيعمل فيك المطرة وهيبوز الدنيا كلها هارتمن رجع قال له حاجك يبقى احنا الاثنين بنكمل بعض يبقى انت يا ميكوليكس عمليتك تنفع في الكولون كله في اي حتة في القولون تقلع بره وتشيل بره وتسيب العنتين بره وانا العملية بتاعتي ما تنفعش غير في الريكتوسيجمويت جونكشن اشيل جوة وسلك ده ووقف العين الجوة الديستال واقبع بالبروكسمال بره مكملين لبعض وفضلت ماشية الدنيا كده 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 لحد في المية سنة الاخيرة ما ظهر واحد اسمه ضدلي مع تدور العلم حد يبعت يقول الدنيا وصلة كويس يا جماعة اشانا شرحت معلومات كتير حد يبعت يا جماعة يقول الدنيا وصلة ولا وقف ولا كمل ولا ايه انا قراربت اخلص طيب جه ضدلي يجال لهم يا جماعة ضب ادور وفي تخدير وفي عنايات مركزة وفي متابعة وفي اهتمام وفي عمليات بتقعد 15 ساعة فما تقوليش كولوستومي بقى ده لايف ستايل معفن يا جماعة ده في عينين بتنتحر من الكولوستومي والإليوستومي دي مش قادر يعيش بينتحر مش قادر يتخيل فكرة ان انت فتح له البراز على الجلد حتى لو فيه كيس ومدرية تحت اللبس الريحة تغيير اللبس باستمرار الفيسيولوجي اللي خلقه ربنا اللي هو متعود عليه تلخبط تمام يا دكتور ماشي كم ماشي يا دكتور أرو فالعلماء داد لي بقى أقول لك خلاص أنا هحول الاميرجنسي الإلكتف ازاي هقعد أشطف وانزح واغسل ونضف القولون ده وفضي من الفيك المطر واشطفه أخد ساعتين تاريطة في العملية ويستحملني دكتور التخدير بقى هعمله إيه وبعد ما نضف القولون واشطفه بروكسي مالو ديستان خلاص رح موصل برايمل حولتوا كأنه بعملوا كأنه إلكتف ده اسمه إنترا أوبراتف لفاج تشطيف ونظيف وتنظيف إنترا أوبراتف بياخد من ساعتين لثلاث ساعات عشان كده لازم العيان يكون هي جماعة جينرالي ويل ودكتور تخدير كويس ما يبقاش العيان راجل لرجله والجبر زي ما بيقوله تسعين سنة ولا ست سنها خمسة وتمانين سنة ودكتور التخدير الحالة شوك دوري يليلك أكيوتن تسعين ربصراكشن نجليكت دو انت تقول له لا سواني ده ماس في الليفت كله وانا هزبطها وانا اضافها واشطفها وازبطها واخيطها ومش اضلع الست بكولوستومي هروح دكتور التخدير يقول لك و الست هتطلع ميتها يقوله مش مهم المهم العملية تنجح ده مش صح ضادلي ينفع لو العيان يستحمل لو العيان جينرالي كويس شوكرا دكتور ألاء يبقى ضادلي ده ينفع في عيانين يونج ايج ميدل ايج واحدة ستة ماينفعش اضلعها بكولوستومي واحد شباب عشرين سنة ماينفعش اضلعها بكولوستومي عامة واحد تسعين سنة تمانين سنة يا عامة عمله هارتمن واخلص في ربع ساعة حتى روح البيت تعشى نام بدري بدل ما تقعد تعجن فيه من ساعة واحدة بالليل لستة الصبح هي نص ساعة الهارتمن دي ما تاخدش معايا نص ساعة تاك 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 تسلك وعين تقفلها وعين تروح فتحها على الجلد وخلصنا على كده فشايفين الفرق ما بين العمليتين الهارتمن بتخلص في نص ساعة ساعة لربع والدارلي عايز اربع خمس ساعات على الرزق انت كل ما هتسيب نظافة معفنة هيحصل فيستي لو لك يجيو قد فرق لازم ترشطوا في الكولون ترجعوا فل اضيط ترمي عليه المية زي ما هي مية وإلى العملية بتاعتك هتفش خلاص يبقى دول التلاتة اوبشنز لو الكانسر في الليفت سايد في الاميرجنسي ميكوليكز إلغيها من دماغك ما معاكش دلوقت في الريسنتلي غير تو اوبشنز يتعمل هارتمن لو الماس عند الريكتوسيجمويد أو تعمل دادلي طب لو الماس فوق عند الاسبلينك فليكشور أو عند الديسسنينج كولون مش هعرف أعمل هارتمن خلاص هنعمل حاجة موديفيكيشن من الميكوليكز أنا وجوه هفصل وهأسشر وهشيل وحقه في الاخرى طالله عينتين اسمي كأني عملت ريسيكشن وعملت دكتورة نور العتيق يا دكتور معلش شوكوية يعني لو الأبر تو سيرز أوف ريكتام مش هشيل الانا الكنال بوصل السيجمويد بالانا ريكتال جونكشن أيوه فعلا لكن لو لو الريكتام أشيل الريكتام كله بالانا الكنال فعلا هو ده اللي أنا قلت يا دكتورة نور صح والدكتورة نوها دول كلهم في أي مكان في الكولون دادلي وميكوليكز معادة الريكتوينال جونكشن نعمل هارتمن تمام كده يا دكتورة نوها بس عايز أضيف نقطة ميكوليكز كان بيسلك ويعمل الاكسجن برة ليه ليه ميكوليكز كان بيعمل الكلام ده زمان لما كانوا بيمسكوا فوضة فيها كحل احنا دلوقتي هنعمل موديفيكيشن على ميكوليكز كله هنعمله جوه مش هضله حاجة برة العين واخد بينجة عادي هعمل الريسيكشن جوه وخلاص بقى عندي عينتين ومش عايزة أعمل زي هارتمن لأن أنا فوق عند الدسينج أو عند السيجمويد مش هقدر أعمل هارتمن هتفرقع ومش عايزة أعمل زي دادلي مع عنديش وقت مع عنديش رفاهية 3-4 ساعات أنضف ماشي هطلع بالعينتين جنب بعض دبل باري الكولوستومي كده كإني عملت الخطوات بتاعة ميكوليكز بس من غير معملها على الصاح والعين فايق وبيتفرج علي فإسمي كده عملت ريسيكشن وعملت دبل باري الكولوستومي بس وصلت لدكتورة نوها دكتورة نوها العارف ريتت بعاتيلي تقوليلي وصلت ولا لا يبقى أنا دلوقتي الـ Options اللي معايا 3 في الليفت كولون دادلي لو العين يستحمل أشطف ونضف ووصل برايمري لو الماس عند الريكتوسيجمويد جونكشن يا إما أعمل هارتمن يا إما أعمل دادلي ونضف ووصل برايمري لو الماس في أي حتة في الليفت كولون بعيد عن الريكتام هعمل نفسي خطوات ميكوليكز بس ما اسمهاش ميكوليكز لأن أنا عملتهم كلهم من جوه البقر وأطلع العينتين على الـ Skin اسمها دبل باري الكولوستومي اسمي عملت ريسيكشن بس ما عملتش أنا استوموزت لأن العين مش متحضر ضلعت العينتين برا على الـ Skin كأني اسمي كده عملت الخطوات ريسيكشن آه هنغير المسمى بس بس بدل ما أقول ميكوليكز لا هقول أنا عملت ريسيكشن وعملت دبل باري الكولوستوم على الفكرة الريسيكشن والدبل باري الكولوستوم نفس الخطوات بتاعت الهارتمن تزيد عنها ربع ساعة أنت في الهارتمن بتريسيكت جوه وتقفل الـ Distal Stamb والبروكسما البس هو اللي افتحه على الجلد العملية التانية دي اللي هي الريسيكشن والدبل باري الكولوستوم بدل ما عين واحدة بس على الـ Skin العينتين على الـ Skin يعني بدل ما ساعة لربع ساعة تنفع في العينين التسعين سنة والثمانين سنة اللي بيموت خلاص مفيش رفاهية الدادلي بقى شيل بسرعة واضلع بالعينتين جنب بعض خلاص عرفنا الـ Options اللي معايا ميكوليكز وهارتمن ودادلي وشبيه الميكوليكز اللي هو بتعمل في الوقت الحالي اللي هو ريسيكشن ودبل باري الكولوستوم أصعب الأمور شوية؟ يا دكتورة ماروة كمان لسه داخلة ما شاء الله بارك الله فيك صعب الأمور شوية دكتور الكولوستوم لما بطلعها عينتين على الـ Skin العملية بتاعتهم جفلتهم بعد شهر ولا بعد شهرين إزاي هفتح في البقم استكشاف في الليني قلبة وسلك العينتين ورجعهم جوه البطن من جوه وروح إيه؟ مخيطهم جوه البطن يعني الـ Reduction أو الـ Reversion بتاعهم جراحة كبيرة Major surgery استكشاف بقنا نعمل modification عليها التاني يعني دي الموديفكيشن الأولى على الميكوليكز بقنا نعمل modification أحدث وأشيك وأجمل بس برضو الصراحة لازم العين يكون يستحمل بقنا نعمل إيه؟ نوصل العينتين ببعض ماشي؟ بس طب أنت دي الوقت وصلت على فيك المطر هاشطف الحتة دي شوية سغيرين هنضف نص تنظيف وروح موصلهم ببعض بس أنت ما نضفتش القولون كويس ولسه في شوية فيك المطر في السيكة ومشوية في الترانزفيرز وشوية في الـ Descending وهيعدوا على الـ Repair اللي أنت عامله ما أنا هعمل حاجة تاني هاجي عند الترانزفيرز كولون فوق أو عند الـ Ascending وروح شده على الـ Skin مش عندين بقى ده كأن خرطوم شدته البرة كده ضلعته من فتحة عارف بالزبط كأن فتحة في الحيضة فتحة دائرية في الحيضة فتحت في الـ Skin فتحة دائرية وفي خرطوم من جوة البيت أنا شايفه أنا وقف برة الشارع وفي خرطوم أنا شايفه من وراء الفتحة دي روح تشادد الخرطوم من غير مقضعه أصبح الخرطوم من برة عامل زي حرف إيه بالنسبالي حرف اليو أنا ما أضعتهش مش عندين الخرطوم لسه Still in Continuity الـ Proximal End جوه والـ Distal End جوه أنا أطلع حتة منه البرة كإني أو فتحة بشد منها حبل معايا ظهر فين للحبل والحبل لسه Still أو الخرطوم ده لسه In Continuity أعمل إيه بقى روح فتح الـ Antile Rule بس أنا سحبت الخرطوم من الفتحة الدائرية اللي على الـ Skin دي اللي هو الترانزيفيرز كورون شدته ما حاولتوش لعنتين أنا شده لسه أنبوبة كاملة مكتملة ما فتحت فيها ولا فتحة بعد ما شدها واسبتها على الـ Skin وروح فتح الـ Antile Rule بتاعها بس أبص ألاقي حتة بروكسيمال وحتة Distal جايين ومكمليين بس البستيرل Rule يظل إيه Intact هتقول لي يا دكتور طب ما هو كده يعني خلاص أنت ماشي فتحتهم كأنك فتح العنتين بس كأنهم لسه In Continuity من البستيرل Rule فتحت العنتين على بعض anterior بس ودي مميزاتها يا دكتور هي زيها زي الـ Double Barrel Colostomy وحلوة بس برضو شوية الفيك المطر اللي هيجوا من الـ Proximal ونظرة لأن البستيرل Rule Intact ممكن يعدوا ويكملوا يعني شوية هيطلقوا على الـ Skin وشوية هيعدوا ما عنديش مشكلة عادي ما يعدي شوية فغيرين ما يعملوش حاجة وكان فيه شوية فيه كلماتر انت سيبهم جوه في الـ Lift Column وفي الـ Descending ومش عالفه ما أنا نضفت وقللت الـ Tension واخد غرز كويسة كل ده ليه؟ عشان الكولوستومي اللي أنا عملتها دي في الـ Transverse أو في الـ Ascending اسمها Loop Colostomy ما اسمهاش Double Barrel الدكتورة نور العتيق بتقول تاني الجزء ده طب أكمله وعيده من الأول تاني المانيبوليشن اللي أنا عملته ده الـ Transverse كل اللي طلعته على الـ Skin وفتحته anterior بس بقى اسمه لوب لوب ليه؟ لأن الخرضون مكمل زي ما هو بوستيريور اللي أنا فتحه anterior بس بقى الفتحتين بينين قدامي فتحين على الـ Skin هما الاتنين بس مش فتحين مفصولين مقضوعين واصلين بوستيريور البوستيريور الول واصل والأنتيريور الول مكشوف يعني أنا شايف عنتين بس العنتين من جوة البوستيريور الول بتاعهم إنتكت طيب إيه فايدتها دي؟ أولاً دي اسمها لوب كولوستومي أنا عملتها ليه؟ عملتها عشان العيان بوست أوبرتف يأكل ويشرب من تاني يوم يأكل ويشرب والأن السموزة اللي انت عامله تحت ما الأكل مش هيعدي عليه هيدخل من الماوس للأوسوفيجس للإستومك للديودونم للجوجونم للإليم للسيكم للأسندينج ويكونون عند الترانزفيرز العين البروكسيمل هتروح مضلعهم على الجلد وبره على الكيس ممكن يتعدي شوية ديستل لنهيئة الكونتينويت يلسه البوستيريور الول سليم شوية صغيرين مفيش مشكلة مش هيروحوا يسدوا اليوم مش هيروحوا يسدوا اليوم بدل ما انت عملت الفتحة التانية دي جديدة وخدت وقت خيقت كمان الديسيملينج كولون مع الريكتم تحت ايه فايدتها دي بقى اللوب كولوستومي تفرق ايه عن الضبل بارل قفلت اللوب كولوستومي سهلة جدا مش هفتح فيها بقى في اللين يا قلبا مش هعمل ميد لاينكسبلوريش ده هي قريدي شبه مكفولة هي البوستيريور الول انتكت يعني أنا كل اللي هعمله هسلكها من الاسكن الخردوم اللي انا كنت فتحه في الانتيلولول بتاعه ده الفتحة معلش يا جماعة فيه تسعين الف تليفون هما اللي بيفصلوا الشبكة عندي هعيدها تاني الدكتورة دي دكتورة نور وممكن هعيدها بكرة ابدأ بها على رواق تاني فكرة الموديفكيشن اللي احنا عملناها عايزين نسهل على نفسنا السكند اوبريشن اللي هي بعد شهر بدل مفتح استكشاف وسلك العنتين واخيضهم من جوة تاني واقفل لا يا عم اكفلهم في العملية دي واخلص زود العملية نص ساعة اقفلهم بسرعة ونظف تنظيفة بسيضة بشيبه دادلي بس عشان انا ما خدتش 3-4 ساعات في التنظيف خايف خايف الفتح اللي انا استموز اللي انا وصلته ده يفتح اروح جاي عند الترانسفيرزو كولون حتى موبايل وفتح فتحة دائرية في الاسكن وروح شادد الترانسفيرزو كولون منها شديته بقى اعمل زي ليو شيب من برا البروكسيمال والديستن ووصلين عادي خالص هفتح فيهم شرطة بالمشروط بس اعملها امتى اللوب عادي دكتورة اروح اكملها وقولك اعملها امتى خلاص اللوب انا شدت حتة اللوب شدت حتة خردوم من البقم اللي هو الترانسفيرزو كولون بعيدة عن الحتة اللي انا عملت فيها العملية والانستوموزي الدسيندينج كولون والسيجمويد والمنطقة الشمال وفتحت انسيجن صغير في الانتيلولول وسبتها في الجلب مستسلكها واسمها كولوستومي برضو اسمها لوب كولوستومي فايدتها ايه وميزتها ايه عن الضبل بارل ان جفلتها سهلة مش هقدر رفتح استكشاف ولا حاجة هخايط غرزتين ثلاثة وروح رميها جوه البطن وقفل الاسكن والسابكتين وسو خلصنا طيب امتى اعمل يا دكتورة اروح الريسيكشن وسيب التولوب اضلعهم جنب بعض دابل بارل وامتى اعمل اناستوموزز واضلع باللوب كولوستومي دية بروكسيمال براحتك حسب مزاجك انت كسيرجون انت بجا دكتور فاشل زي حمد رقفت ومكبر دماغك ومركز في الشغل البرايفت اللي برا او عايز تروح تنام بدري او عايز تتعشى هتقلل وقت العملية مجرد ما عملت الريسيكشن اروح اتو انس بخيقهم على الاسكن دابل بارل وخلاص اللي هي الشبيه بميكوليكس وامشي واجول للنواب ويسلمولي على اللي هيعمل عملية بقى بعد شهر يفتح استكشاف ويسلك العنتين ويدخلهم دوال بقن ويخيق دوال بقن ويكفل الانتيريو الابدومين الول مع البوسيبيريتي بتاعت الانسيجن الهيرنيا والبرستابدومين والجابدووندو وربنا معاه ما حدش يفكرني بالحالة دي تاني أنا عملت خط فرصتي فيها أما بقى لو أنا عندي رفاهية الوقت ودكتور التخدير قال لي العيان كويس شوية بس ما يستحملش ان انت تعمله ضد يا دكتور أحمد وتفضل تشطف وتقسل فيه تلات اربع ساعات وتعمل برايمير أنا استمز اختار حاجة وصل تسهل على نفسك الأمور خاصة لو قالوا لي العيان ده تبعك وانت اللي هتعمله العمليات التانية طالما أنا اللي هعمله العمليات التانية بقى وهدخلها سهل على نفسي لا ده أنا هشطف شوية صغيرين في الليفت كولون أشيل الحاجات الوحشة والهارت فيك المطر عشان ما تعملش وروح مخيط برايميري بس عشان أحمي الأنستوموزز ده وفيك المطر ما تجيش عليها أروح جاي عند الترانسفيرز كولون وعمل اللوب زودت العملية نص ساعة التايم بتعمين اللوب كولوستومي والتوصيل اللي وصلته فالعملية دي زادت نص ساعة دلوقتي وتحاشيتها فين بعدين ووفرت على الحالة أن أنا أعمل لها استكشاف تاني وأعمل لها انسيجنال إيرنيا تاني وجاب دوند تاني وبيرست أبدو من تاني وهكذا وبالتالي يا دكتور أقول ما لها شرول عادي براحتك أنت الماس اللي جيتها في عايز تعمل دادلي وتاخد خمس ساعات وتريح نفسك ديفين التريتمنت ماشي عايز تعمل ريسيكشن والله العينتين على السكين دبل باريل كولوستومي ماشي عايز تعمل ريسيكشن وأناستوموزيز وتعمل اللوب كولوستومي دي عند الترانسفيرزو كولون ماشي دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع ده فيه ناس مش بتعمل كولوستومي بتعمل إيليوستومي جفلها أسهل والهيلينج بتاعها أحلى كمان نفس الكلام يفتح فتحة دائرية بس بدل ما يشد الترانسفيرزو كولون يشد إيليم أو جوجنم شادد الأنبوبة من الفتحة وإن كونتينيوتي وبعد ما ثبتها على الإسكين روح فتح فيها فتحة صغيرة في الأنتيرور وور والعينتين بتوع الإليم موجودين واسيب العيان يعيش بالإليوستومي دي اسمها لوب إليوستومي أو لوب جوجنوستومي يعيش بيها شهر بس لحد ما يحصل هيلينج كويس في الدسيندينج كولون والليفت كولون كله يلتقم كويس يبقى زيل فل ومن غير ما أعمل عملية هو هو نفس الجارحة روح مخياطها ورميها وقفلها قفلة الإليوستومي أسهل من قفلة الكولونستومي كمان تاخد عشر دقايق فهي عمليات كتير لو دكتورة أروا الناس بتساهل بيها الأمور على نفسها طيب المفروضة نحفظ دي يا دكتور لو عايزة جاوب أنا فهمتكم كده وشرحت هل مقلوب منك تكتبي التفاصيل دي كلها في العملية خالص العملية بتاعة الهارتمن انت مش هتكتب تفاصيل مش هتقوله هافتح وهسلك وهشد لا هتقوله الأوبشنز لو العيان بتاع الكانسر اللي في الليفت سايد وفي زا كولون ده إليكتف لو جاييلي بتيومر إليكتف هعمله زي الريت كولون هعمل ريسيكشن وبرايمري أنستوموز نقطة بس هو ده التريتمنت كده لو جاييلي في الإميرجنز هتكتب له العيان ده معايا أوبشنز كتير رقم واحد تحته تكتب هارتمن وتكتب فيها دي ريستريكتد للريكتوسيجمويد جونكشن تكتب تحتها دادلي خلاص وإحنا عارفين إنها إنتر أوبراتف لفاج وتكتب تحتها فيه أوبشن إننا نعمل ريسيكشن ويز كولوستوم بس موضحش كمان أنا عملت لو بكولوستوم ولا دابل باني آه كفايا ريسيكشن ويزكوفرينج كولوستوم وانتهى الموضوع ده التريتمنت اللي تكتب في النظري لكن العك والشرح والديتيلزين أنا بشرحها دي عشان تفهم ولو نقشك في الأورال إيه معنى كولوستوم يا ابني وإيه أنواع الكولوستوم تعرف الفرق ما بين الدابل بارل واللوب آه يا دكتور اللوب سهلة فتحة من الانتيريور بس البستيريور انتكت وحتى في جفلتها سهلة أما الدابل بارل ده أمبوبتين بعاد عن بعض توصيلتهم صعبة وتسبيتهم وتسليكهم في الاسكن وتسبيتهم في الاسكن بياخد تايم بس طيب نهزب بقى التريتمنت خلاص احنا عرفنا المانيجمنت في الاميرجنسي والإلكتف والرائت سايد والليفت سايد والريكتام والسيجمويد والإنالكنال أما أنتم هتلاقوا مكتوب بقى في كتاب المقدري وفي كتاب الأسر العيني رائت هيميكوليكتومي لفت هيميكوليكتومي ترانزفيرزيكوليكتومي إيه معناهم رائت هيميكوليكتومي شلت آخر 25 سنطي من الترمنال إليم آخر 25 سنطي يعني 2 إنش الإنش 2.5 عشرة في 2.5 25 سنطي آخر 10 إنش من الترمنال إليم وشلت السيكا بالابندكس بالريت كولون بالأسندنج كولون بالريت سيرد بتاع الترانزفيرزي كولون كل ده شلته آه الحتة دي كلها لكشة واحدة على بعضها شلتها ده تيوبر ممكن يكون في السيكا بس ممكن تكون حتة ماس صغيرة في الأسندنج كولون بس ممكن تكون حتة ماس عند الهيباتيكفليكشور بس تشيلهم كلهم مع بعض آه المش مش مش صغيرين المش مش دول مين الليمفنوتز طيب أنا عشان أبقى كيوراتيف بعد ما شيل البقضيخة لازم ألقض المش مش كله المش مش ماشي على ضفاف مين على ضفاف الأرتريز مش الليمفنوتز والليمفاتيكس في جيو آي تي ماشي على ضفاف الأرتريز والحتة دي أنا شرحتها in details في ال بريباريشن وفي التجهيزات قبل ما أدخل على الجيو آي تي شرحت الليمفاتيكس سيستم كله وقلت الليمفنوتز والليمفاتيكس بتمشي على ضفاف الفينز ما عدا الجيو آي تي الليمفاتيكس والليمفنوتز بتمشي على ضفاف الأرتريز عشان الفينز بتاعت الجيو آي تي رايحها الكبد والكبد مش هينفع نوديله الليمف الليمف عايز يروح على الهارت وبالتالي ربنا خلى الليمفنوتز والليمفاتيكس في الجيو آي تي كله ماشي مع الأرتريز وبالتالي أنا وبلقد الليمفنوتز واللمف فيسلز على ضفاف الارتري هقدر عمله ايه الارتري يعني عايز تقولي ان انت هتمشي مع المفنودز اللي ماشي على ضفاف الكلون اللي اول ستيج انت شرحتها لنا مين قلت ان اسمها ابيكوليك على الول بتاع الكولون تاني ستيج اسمها باراكوليك يمين وشمال الكولون ب2-3 صنطي تالت ستيج على اول جروب من الارتريز اللي هم البرانشز الصغيرين اللي هم اسموهم ايه سيجمويد لحد ما تمشي معلم في نودز اللي ماشي مع دول لحد ما توصل للمنابع التلت منابع الاساسيين السيليك بتاع الفور جات والسوبيلوميزنتريك ارتري بتاع الميت جات والانفيروميزنتريك ارتري بتاع الهيند جات إذن أنا وماشي معلم في الودز هقدر أربط الأرتريز لحد موصل الأرتري من منبعه عشان كده تبقى الماس صغيرة في السيكا بس أنا لما ربقت الأرتري الكبير أقضعت البلدس بلاي عن السيكا مورايد كولون والأسيندينج كولون والتلت اليمين بتاع الترانسفيرز كولون وكمان آخر 25 صند من الترمنال إليم أقضعت البلدس بلاي عنهم هم الكل رغم أننا كممكن أشير الماس ب5 صند فجيها و5 صند تحتها وخلاص بس للأسف عشان ألقض الليمفاتيكس والليمف نودز المشمش ضررت أشيل الأرتري من لغلوغه وبالتالي هتشيل الحتة دي كلها على بعضها العملية دي اسمها إيه رايت هيمي كوليكتون في موديفكيشن منها اسمه اكستندد رايت هيمي اكستندد زيادة على كده لو الماس أصلا الماس موجودة عند الهيباتيك فليكشور انت هتقدر تدخل شوية كمان عالمين على الترانسفيرز كولون عشان تاخد سيفتي مارجن كويس ده انت مش هتشيل بس التلت اليمين بتاع الترانسفيرز كولون هتاخد تلتين من الترانسفيرز كولون وبالتالي في العملية دي انا شيلت two thirds من الترانسفيرز كولون وشيلت السيكم والأسندينج كولون والريت كولون والهيباتيك فليكشور والتير من الإليم آخر 25 صند فبقت اسمها اكستندد رايت هيمي كوليكتومي ربقض فيها اتنين أرتري من لغلوغهم الإليوكوليك والريت كوليك كمان وكمان ساعات بربط معهم الميدل كوليك الميدل كوليك ده بتاع الترانسفيرز كولون ربقض ثلاثة أرتريز ميدل كوليك وريت كوليك وإليوكوليك الإليوكوليك بيغزي الترمن الإلياموستيكم والريت كولون والريت كوليك والريت كولون والميدل كوليك بيغزي الترانسفيرز طب ما كنت ربقض واحد وسبت واحد ما الليمفنودز أملجميت فيهم حواليهم وبالتالي لازم أربطهم أنا وبشيل اليمفنودس مش أنا عايز أبقى كيوراتيف مشكلتي في جيو آيتي إن الكيور على حساب الكمية أقدر أشيل كتير أشيل كتير ده الريتامي كوليكتومي والإكستيندد ريتامي كوليكتومي طيب يا دكتور لو الماس في الناحية الشمال من الكولوم في السيجمويد في الدسيندينج كولوم نحن خلاص الريكتام قلنا التفاصيل بتاعته بالزبط لو أنتيريول سيكشن ألترى لو أنتيريول سيكشن أو أنتيريول سيكشن بس ولو في اللوار سيرد أبدو منو برينيل الريكتام انتهت والإنهال كنال انتهت والريت سايدو في زا كولون انتهى كله دلوقتي فاضل لمين اللي هو التالت الشمال بتاعت الترانسفيرز و كولون والدسيندينج والسيجمويد لو فيه ماس فيهم نشيلهم هما لكل لقشة على بعض نشيل من أول التالت الشمال بتاع الترانسفيرز و كولون لحد ما توصل عند الريكتام لحد حدود الريكتوم دي اسمها ايه left hemicolectomy شلت يبقى لون الشمال كله الارتري اللي ربقته هنا مين left colic اللي بيغزي التلت الشمال بتاع الترانزفيرز والsigmoid artery اللي بيغزي السigmoid left colic ده بيغزي التلت الشمال بتاع الترانزفيرز كولن والdescending والsigmoid artery هو اللي بيغزي السigmoid كولن ربقته two arteries دول وبالتالي شلت الحتة دي كلها لكشة على بعضها طيب هتقول لي يا دكتور لو الماس باجى عندي lesplenic fracture بالزبط وانا مقدر اجور شوية عالترانزفيرز يا دكتور عايز safety margin حلو هشيل التلتين الشمال بتاع الترانزفيرز كورن نفس الكلام بقى اسمها extended left hemicolectomy شلت left hemicolectomy العادية بس خدت عليها تلت كمان من الترانزفيرز كورن بقى اسمها ايه extended left hemicolectomy اخر كلمة في تشارح النهاردة عشان انا تعبت وارهقت جدا transverse colectomy ايه الترانزفيرز كورن دي مقصود بيها يا دكتور لما الماس تكون في السنتر في التلت اللي في النص بتاع الترانزفيرز كورن safety margin بتاعها مين التلت اللي يمين والتلت الشمال يعني شيل الترانزفيرز كورن كله اوصل ال right column بال left column بس اسمها ايه العملية transverse colectomy دول اشهر تلت عمليات بيتعملوا والله وليه التوفيق نكتفي بكده النهاردة وكل اللي عنده اسئلة يبعثها عالجروب او يبعثها عالخاص عالي خالص واشرحها من بكرة واي حتة ما تفهمتش هعيدها in details بكرة بالتفصيل استوضعتكم الله الذي لا تضيع وداعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة